أهلا بك زميلة هاجر أهلا بك زميلة وفاة أهلا بكم مشاهدين الكرام في موعد النشرة الجوية من قناة النهار إذن اضطراب الجوية سريع النشاط رحيميز كل المناطق الشمالية الغربية والوسطى يتمثل في أمطار كذلك تساقط لتلوج على كل المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى بداية بالوضعية الجوية المنتظرة إن شاء الله اليوم في الليل إذن نرتقي بتقص غير مستقر ممتر على كل المناطق الشمالية الوسطى والغربية كذلك تساقط لتلوج على المرتفعات الداخلية الغربية لفق علوها الألف متر يبقى تقصى صاف إلى قليل الصحب على كل المناطق الشمالية الشرقية تقدر تمد هذه الصحب بعض القطرات من الأمطار من فترة لا أخرى بالنسبة للمناطق الجنوبية الصحب عابرة على شمال الصحراء والواحات حتى على منطقة تندوف وتامنرست لكن يبقى الصفاء إن شاء الله يميز باقي المناطق الجنوبية نجوز مباشرة لدرجات الحرارة الدنيا المسجنة إن شاء الله اليوم في الليل إذن رح تكون منخفضة خاصة على كل المناطق الداخلية للوطن رح تلحق إلى درجتين على تيارة الجلفة حتى منطقة النعامة والبيت 9 درجات على كل من منطقتين قسنطينة وسطيك كذلك منطقة باتنا خنش لاوت بسا 11 درجة على منطقة الغوات وبسكرة رح تتراوح ما بين 6 إلى 12 درجة على كل السواحل الوطنية الجزائر العاصمة عنابة حتى منطقة وهنان بالنسبة للمناطق الجنوبية 7 درجات كأدنامي قياس على منطقة بشار 8 درجات على تندوف في حدود 15 درجة على كل من عين صالح ومنطقة أدرار 19 درجة بعنقزام وبرج باجي مختار جزر الوضعية الجوية المنتظر إن شاء الله غدا خلال الصباحة إذن تقصرح يكون غير مستقر أمطار مرتقبة على كل السواحل الغربية والوسطى تلوج كذلك على كل المرتفعات الداخلية الغربية لفوق علوها الألف متر وتسعمائة متر أقول بالنسبة للمرتفعات الداخلية الوسطى احتمال تساقط بعض البارد على كل المناطق الداخلية الوسطى بالنسبة للمناطق الشمالية الشرقية التقصرح يكون مشمس إلى قليل السحب هذه السحب تقدر تمد بعض القطارات من الأمطار خاصة أقول خلال الظاهرة بالنسبة للمناطق الجنوبية السحب عابرة على شمال السحراء والوحات يبقى التقص مشمس ومستقر على باقي المناطق الجنوبية إذن حركة الرياح ستكون معتدلة نسبيا مما قد تؤدي لتطاير بعض الزوابع الرملية محليا إذن درجات الحرارة الدنيا المسجل إن شاء الله غدا خلال الصباح إذن نحتعرف تراجع محسوس خاصة على المرتفعات الداخلية الغربية رح تلحق إلى درجتين تحت السفر على كل من منطقة البيض درجة واحدة تحت السفر على الجلفة والتيارة من نسبة للمرتفعات الداخلية الشرقية رح تلحق إلى ست درجات على كل من قسنطينة وسطيف كذلك باتنا خنشلا وتبسة 10 درجات على قلمة والسقهرس 6 درجات فقط على الجزاء العاصمة في حدود 8 درجات على منطقة وهران في حدود بالنسبة أقول للمناطق الجنوبية رح تلحق إلى 6 درجات فقط كأدنى مقياس بالنسبة للمناطق الجنوبية على منطقة بشار 10 درجات على تندوف 12 درجات على منطقة غردايا كذلك منطقة الوادي حتى إليزي جانات عينة مناس 28 درجات كأدنى مقياس بالنسبة للمناطق الجنوبية على عنقزام وبرج باجي مختار إذن وضعية البحر لنهار الغد اللي بحر إن شاء الله سيكون من مضطرب إلى قليل الاتراب على كل السواحل الوطنية الرياح ستكون من جنوبية غربية إلى غربية على السواحل الغربية تتراوح سرعتها ما بين 20 حتى 40 كم في الساعة فيما يخص السواحل الوسطى حتى السواحل الشرقية اللي بحر كذلك إن شاء الله سيكون قليل الاتراب الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية على السواحل الوسطى وغربية إلى شمالية غربية على السواحل الشرقية اتجاه البوجة سيكون غربي إلى شمالي غربي وغربي على كل السواحل الوسطى والشرقية علو الموجة ستعدى المتر الواحد على أغلب السواحل الوطنية والرؤية ستكون من متوسطة إلى حسنة على طول الشريط الساحلي هذا ما لدي لحد الساعة بالنسبة للوضع الجوية المنتظر إن شاء الله اليوم في الليل حتى شكرا على المتابعة